الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على مسيرة التعاون المتميزة بين التي تربط مصر وفرنسا خاصة ما يتعلق بنشاط الشركات الفرنسية في مصر ومساهمتها في عملية التنمية والتي مثلا نجحها في مصر نقطة انطلاق لها إلى مختلف دول المنطقة كما أكد الرئيس السيسي خلال استقباله باترس كين رئيس مجلس إدارة الشركة التاليس الفرنسية تطلع مصر لمواصلة هذا التعاون وتطويره هذا ولسيما مع شركة التاليس ذات الخبرة العريقة في مجال البصريات والإلكترونيات كما وجه الرئيس السيسي بالاهتمام برفع القدرات البشرية في إطار التعاون مع شركة التاليس من حيث التدريب والتأهيل العملي والفنية وذلك لأعداد كوادر من المهندسين في تلك المجالات المتخصصة عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف الخاصة بدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية وتم خلال الاجتماع استعراض عدد منشآة الرعاية الأولية التي تصل إلى خمسة ألاف وأربعمائة وستة وعشر منشآة على مستوى الجمهورية وتقدم العديد من الخدمات الوقائية والعلاجية وخدمة الكشف المبكر على الأمراض إلى جانب خدمات التثقيف الصحي وتنظيم الأسرة نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنوفية جلسة من انجلسات الحوار المجتمعي بقرية أم خنان بمركز قوسنا حضر اللقاء ما يقارب من 350 مواطنا من أهل القرية والقرى المجاورة حيث تم الاستماع إلى متطلباتهم بمراكز المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة قصفت القوات الأوكرانية أحد مقارات القيادة الروسية شرق أوكرانيا وكشفت مصادر أوكرانية عن قصف فندق كانت تتخذه روسيا مقارا لها في منطقة لوانسك مشيرة إلى أنه كانت هناك خسائر روسية جسيمة وأن المبنى تحول معظمه إلى أنقاض بحث الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مع نظره الأوكراني بلودامير زيلينسكي التحضيرات لمؤتمر جديد لدعم أوكرانيا يعقد غدا أثلاثاء في العاصمة باريس وأوضح ماكرون أن المؤتمر يستهدف تلبية احتياجات أوكرانيا خلال الشتاء والمساهمة في أعمار أوكرانيا والاتثمار على المدى الطويل في إمكانات الاقتصاد الأوكراني ومن جانبه قال الرئيس الأوكراني أنه بحث مع ماكرون تطبيق خطة للسلام تتضمن عشر نقاط والتعاون في مجال الدفاع واستقرار قطاع الطاقة اتهم الرئيس السربي أليكساندر فوتيشتش الولايات المتحدة وكسوفو بخرقهما لتفاقيات التي تم توصيل إليه بشأن كسوفو وأكد عقب اجتماع لمجلس الأمن قوي تنفيذ أي من تلك الاتفاقيات مشددا على أن برشتينا يجب أن تشكل مجتمعا للسرب وفقا لاتفاقية بروكسل لعام 2013 يأتي ذلك في أعقب إغلاق محتاجين السرب في شمال كسوفو طرقا رئيسية لليوم الثاني عقب تبادل إطلاق نار مع الشرطة بعد التقالي الشرطي السربي سابق وستصعد التوتر بين الأقلية السربية والسرطات أعلنت توزير الداخلية الألمانية نانسي فيزور أن الحكومة الألمانية الفيدرالية لديها خطط لتجديد قوانين حيازة الأسلحة وذلك بعد اكتشاف مؤامرة يمينية متطرفة لتنفيذ انقلاب على الدولة وأكدت فيزور أن الحكومة الألمانية بحاجة إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط لإزالة الأسلحة من اليمنيين في حركة مواطني الرائخ وحذرت وزيرة الداخلية الألمانية أن عدد الأشخاص المنضمين إلى تلك الجماعة اليمينية قد ارتفع ختام موجة الثامنة فاصل ونوضح لحضركم الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر